ازاي تاخد سواب كبير جدا من غير ما تعمل اي حاجة يقول يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه ان ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة ان لم تنفعه فلا تضره وان لم تفرحه فلا تغمه وان لم تمدحه فلا تذمه يعني من الاخر اللي ما ياخدش منك حلو ما ياخدش منك وحش فيه راجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يعني اعمل اعمال ايه او ايه افضل الاعمال يعني في النبي عليه الصلاة والسلام قعد يقترح على راجل امور كتيرة قوي وراجل كل ما يقوله طب لو ما عرفتش طب لو ما عرفتش طب لو ما عرفتش وش نبي عليه الصلاة والسلام يستمر في اعطاء هذا الرجل حلوية الا ان في الاخر نبي عليه الصلاة والسلام قال لي تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك كف الاذى انك ما تعملش حاجة وحشة ده عبادة وصدقة يعني افضل وقت انك تتبنيها طبعا في رمضان وبعد رمضان وطول السنة ان للأسف خلال الثامن سنين اللي فاتوا دول الواحد بيشتغل مع الناس على الامور الخاصة بالصحة النفسية والسلامة النفسية طول وقت من اكثر المؤرقات ومن اكثر المؤثرات على السلامة النفسية بتاعت الناس هو الاذى اللي بيتعرضوا لي من الاخرين الناس بقى فيه استباحة رهيبة للاذى النفسي ما ما تبقاش عارف جاي منين وبتيجي من الناس هم مش واخدين بالهم ان ده يعني مشكلة فتلاقيه مثلا واقف في المسجد في الصف الاول وبيقزي موصلين وبيقزي موصلين عشان يقف في الصف الاول او يتلاقيه مثلا في عمل خيري وعمال يتكلم عن الناس وينم وكأن العبادات تنفصل الاخلاق تنفصل ده حاجة ودي حاجة بينما سبحان الله الايمان اصلا اغلب واعلى مراتب الاعمال الايمانية الحاجات اللي فيها حسن الخلق ولو جينا نبص هنالين الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يعني الموضوع بس مش النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الرجل ان هو يكف اذاء عن الناس عشان دي صدقة لا ده الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام انا عايزك بس تدقق في تفاصيل الايمان والاسلام النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لنا حديث في وحي من السماء كلام يعني خلاص ما فيش بعده كلام يقول في النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون واحد فان ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يقره اذى المؤمن يعني انا عايزك بس حط خط كبير اوي تحت الله يقره اذى المؤمن تخيل الله سبحانه وتعالى يقره امر فإنك تؤذي مؤمن ده ده أمر كبير قوي وتعالى بقى بص معي الناحة التانية إزاي نبي عصلا كان دقيق جدا جدا في إزاي أصلا نفصل إن إحنا ما ندايقش المؤمن إحنا بنتكلم في إن إحنا وإحنا اللي تلاتة واقفين وأنا حطيت يعني بوقف ودن فلان كده وكلمت معاه بصوت واطي التالت ده ممكن يحس إن إحنا بنتكلم عليه فيزعل فإحنا ما نفعش نزعله الزعل ده فإن عايزك تبص قدقين نبي عصلا كان دقيق جدا في وصفه لإن مش بس إن يعني إنت خلال بساطة الموقف إحنا واقفين إحنا اللي اتنين بنتكلم لو أنا وإنت قعدنا نتكلم كده وحد واقف ممكن يحس إن إحنا نتكلم عليه أو يحس إن إحنا مش حابين إنه هو يدخل معنا في الحوار فده يزعله فالله سبحانه وتعالى يكره أن تزعله بالمستوى ده فدقة الحديث هنا بتخليك بقى تبص علي إحنا بنعيشه إن التعليقات السلبية الكلام الوحش على الشكل الكلام الوحش على اللبس التعليقات الوحشة لما ست تتعب طول اليوم وتقف تطبخ وتعمل وتعمل عباداتها وبتاع ويتقال لها كلمة وحشة على المجهود اللي هي بزلته وعلى الأكل اللي هي عملته الراجل اللي يبزي المجهود في الشغل والناس بعد ما يخلص الشغل يتقال له نفس الكلام أو الست اللي بتشتغل وتشتغل وتتعب وعندها مسئوليات ما بين بيتها وما بين الشغل وبرده تلاقي ان الكلام اللي بيتقال لها كلام يعني خالي من التأدير وكلام يوجع القلب وكلام يدايق ويقهر فمن اكتر الحاجات اللي الناس اصلا بتشتكي فيها بأننا بقى شهر رمضان بيبقى شهر الناس بتاخد بالها منه ومن نفسها ان الاذى بتاع التوكسك انفورمنت او البيئة العمل السامة ان احنا عملين في الشغل عملين ناكل في بعض وكأننا مش بنقدمين وكأن الرحمة والرفقة دول بيتسحبوا كده قبل ما ننزل الشغل فالله سبحانه وتعالى يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كمية الاحاديث بقى اللي بتحسنا ان احنا ناخد بالنا من عدم اذى الناس بالطريقة دي لا نهائية النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضل ايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف رحله طيب يعني لا تقعد بقى في تشارك الفيديوهات اللي فيها مشاكل ولا تقعد تحلق على الناس ولا تقعد تنقل الكلام ولا تقعد تدور ولا الناس خليك في حالك هين لين سهل ابعد بس على ان انت ما تقزيش حد هتلاقي ناسك ترتفع وترتقي وقلبك على فكرة يعني يرق لان الاذى على فكرة بيميتك القلب شوية كده لكن كل ما انت تبقى ما بيمرش عليك اذى للناس خالص يوم بس ما هتوقع في الغلطة دي هتلاقي قلبك واجعك قوي وهتلاقي الاصلاح عندك بقى مرافق للاذى دوت لانك مش قدر تتحمله فيعني رطف ولطف قلبك بكف اذى نفسك على الناس واسأل الله سبحانه وتعالى ان لا نؤذي احد ابدا وانتو كمان ربنا يزوكم ان لا يتأذى منكم احد وربنا يسمحنا لو ازينا حد واتمنى ان اي حد يبقى زعلان مننا يسمحنا واجزاكم الله خير واتمنى ان تنشروا هذا الفيديو عشان الناس كلها تتذكر ان هم يعني يكفوا الاذى عن بعضهم شوية وارحموا بعض شوية شوفكم دايما على خير واجزاكم الله خير والسلام عليكم